اشتركوا في القناة اخذ الكرام عليك اللهم انا نسألك الصدق والاخلاص في القول والعمل ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا بدأنا في مرحلة اعمال القلوب وامراض القلوب وعلى مدى الحلقتين اللي فاتوا جبنا اهم الاعمال دي وكان هو الاخلاص وقلنا ساعتها اخلص تتخلص وعرفنا ان السر في الصرائر والنهاردة مع قارين الاخلاص دايما لما نذكر الاخلاص لازم نذكره دائما ابدا انه الصدق ومع مرض فتاك وخطير وكلنا متهمين على ذمة قضيته مرض مرض النفاق عشان كده من البداية خلوني اقف مع هذه الوقفات القرآنية ونشوف هو احنا صدقين صدقين ولا عندنا خصال نفاق ولا ولا عزب الله منافقين واحنا مش داريين اول صفة واخطر صفة لأهل النفاق هي الكذب واميس صفات اهل الايمان الصدق اسمع الايتين دول وقل لي يا طرى عندك مشكلة فيهم ولا لا الاية الاولى لما ربنا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون يا طرى كتير خط عهود ان انت حتصلح حالك وان انت حتركز في طريق ربنا وانك حتتوب وتقفل الابواب دي يا طرى خطي عهود كتير مع ربنا فاكرة فاكرة ليلة سبعة وعشرين السنة اللي فاتت فاكرة اللقطة ساعة ما تأثرت بوفاة فلان او فلانة وبكيتي وقلتي خلاص من هنا ورايح مش هعمل كذا ولا كذا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن وانهم لا كاذبون يا طرى بعد كده رجعنا الى مألوفاتنا والى عادتنا والى احوالنا دي علامة كاذب اصلحنا هنتعلم ان الكاذب مش بس كاذب الاقوال دا الكاذب في الاحوال والاعمال زي ما الصدق حيكون في التلاتة دول في الاقوال والاعمال والاحوال دي الاية الاولى الاية التانية لم ربنا سبحانه وتعالى يقول ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قال الله انظر كيف كذبوا على انفسهم اعرف الواحد يبقى مصدق انت ملتزم انت مستقيم انت الحمد لله حافظ كذا من القرآن بتصلي كذا انت احسن من غيرك كتير الحمد لله احنا الا رفعين شعار التوحيد احنا اهل الايمان ان شاء الله احنا اهل السنة ويقف قدام ربنا وهو مصدق كذبته مصدق ان هو فعلا الاستاء الانسان المستقيم ومصدقها ان هي فعلا بحجابها او بكلمتين اللي تعلمتهم ان هي فعلا الانسان الصالح المرأة الصالحة ويقف قدام ربنا يقول له والله والله يا ربنا كنت على الايمان انا والله كنت كنت ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم في كتب خطير جدا ومن اخطر ادواءنا ومن اخطر امراضنا في الزمن ده 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 ومرض الكذب على النفس علشان كده محتاجين نتعلم وصفة الصدق ومحتاجين نعيش مع امر الصدق زي ما بالظبط محتاجين نتعرف على النفاق وخطره وعلامات لك انك تقف برضو مع هذه المعاني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا انه من اميز صفات اهل النفاق واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودة لما يدعى الى كتاب الله الى سنة رسول الله الى طريق الله تلاقي نافر ايه الكلام الى انتوا بتعملوه ايه البرامج دي ايه القنوات دي اصلا يعم اقفل يعم خلينا نشوف دلوقتي الفيلم اللي مكسر الدنيا ده اللي اسمه كذا ولا البرنامج التوكشو اللي مشيه كذا ولا البرنامج بتاع المصابقات اللي كذا ولا البرنامج التهريج اللي فيه كذا وكذا والبتاع المقالب يا عم سيبك بقى من قصة احتحبكها بقى والتشدد بقى والكلام ده واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فهل اذا دعيت الى طريق الله تعرض تتكبر تأنف مش عايز اسمع الكلام ده خد بالك عشان دي علامة خطر كبيرة قوي يا طرى على مدى الحلقات الستة اللي فاتوا دول واحنا عاديين نقول قلبك قلبك دقت قلب يا طرى القلب بيدقه ولا اعرضت عن اصلاح قلبك يا طرى الموضوع خدته بمنتهى الجدية ولا الموضوع ماشي معك كده وخلاص ربنا يقول وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم الامام الموارد بيقول مرضوا على النفاق يعني ايه اقاموا عليه ولم يتوبوا منه سيب نفسه كده خلاص اتعود انه يكذب اتعلم انه يداهن ويتلون اتعلم انه في الخصومات يفجن اتعلم انه اذا اتمن خان اتعلم انه يبقى مذبذب لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومسمي نفسه انا شخصية عادية انا مش يعني ملتزم ومش برضو فاجر انا بني ادم عادي فلا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومذبذب مش عارف امشي سكة ربنا ولا خليني في سكة الغواية وسكة الشيطان مش عارف مذبذبين يا طرى لما المعاني دي تبقى موجودة في حياتك خلاص بقى اتعودت عليها واقمت عليها مرضوا على النفاق ويقول مرضوا ايعتوا فيه يعني وصلوا الى مرحلة من الطغيان انه خلاص بقى بقى استاذ في هذا والعياذ بالله هو ده مرضوا على النفاق اطرف حياتنا كتير ان احنا بتوع كلام ها تسمع كلام وتقول كلام وخلاص ولا فعلا زي ما حنقول في معنى الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه ولا فعلا اللي بتقوله اللي انت حسه واللي انت بتعمله ولا عندنا الشيزوفرينيا دي ولا عندنا الانفصام ده كلام في حتة واعمال في حتة وقلوب في حتة ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم لا يولن الأدبار بتوع كلام والسلام يا ترى إحنا بتوع كلام السلام ولا إيه لما تشوف كده من صفات أهل النفاق ربنا سبحانه وتعالى يجعلها صفة ثابتة لا تتغير بتغير الزمن والمكان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ناسوا الله فنسيهم أربع صفات تلاقيه بيروج للمعاصي تلاقيه بيأمر بمنكرات ما تيجي يا عم نشوف الحاجة الحلوة دي الفيلم دا ولا البتاعة دا ولا اسمع الأغنية الزريفة الجديدة دي ولا عادي يعني ما تحبكهاش يعني ما تاخد يا عم زي ما الناس ما تاخد رشاوي ماشي ما الدنيا كلها ماشي كده أنت لاقي حد بيأكل إلا بالطريقة دي يلا عادي ما فيش مشكلة وإيه المشكلة دلوقتي يعني لما تبقى فيه علاقات ما بين الرجال والنساء طالب يعني ما وصلتش للفواحش عادي يعني وبتعدي كده حتى طالما يعني هو بيحبها وهي بتحبه والفيلم بيقول كده عادي يعني ما تعدش تحبكها على فكرة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان نعيش ونبغدد ونبقى الحاجات كلها اللي في الكون دي صخرها لينا عشان نتهنى بيها طب والشرع طب ويه كذا لا لا ده دول تجار الدين والناس اللي عندهم عقد نفسية هم اللي بيعملوا الكلام ده يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف اسمه تشدد واسمه تطرف اسمه تجار الدين واسمه كل اللي انت نفسك فيه بقى كده حط بقى الكلام ده كله المعروف ينهون عنه ابعج يا عم عن السكة دي وابعج عن الكلام ده ما تقديش نفسك في ده يأمرون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف تلاتة ويقبضون أيديهم وتلاقيهم أشحة وتلاقيهم بخل يبخل بماله يبخل بجهده يبخل والنبي قال صلى الله عليه وسلم انه أدوى الداء البخل وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات جعل على رأسها شح مطاع وربنا قال لنا ومن يوقى شح نفسي فأولئك هم المفلحون والصفة الرابعة فيهم بقى ويقبضون أيديهم ناس الله فين ربنا في حياتنا فين ربنا في حياتنا لما عملت الزنب الفلاني كان ربنا فين لما تجرأت على كذا كان ربنا فين لما خنت جوزك كان ربنا فين لما كلمت واحد من وراء كان ربنا فين لما كلمت فلان وعلان وخنت أهلك كان ربنا فين لما سبت الصلاة الفلانية كان ربنا فين نسوا الله ربنا مش في الاذهان خالص حب ربنا مش في الالوب خالص نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون اللي لغاية دلوقتي مش عارف فقه الطريق الى ربنا سبحانه وتعالى اسمع ولكن المنافقين لا يفقهون اللي لغاية النهاردة بيركب بحر الاماني ومقضيها نفسي 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 يعرف ان من صفات اهل النفاق والعياذ بالله ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم بيتعرضوا للفتن عادي يعني مفيش مشكلة خالص انك تتعامل مع المرأة دي وانك تتعامل مع الرجل ده ومن غير اي ضوابط فتنتم انفسكم عادي جدا انك تختلط بدول وتعمل كذا وبعد كده تيجي تقول لي قلبي فين انا مش لاقي قلبي فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني يعني لسه بدري لسه انا في العشرينيات لما اوصل بقى الخمسينيات والستينات لسه لسه اصلا انا ان شاء الله لما حيبقى عندي كذا وكذا وكذا ان اول ما حجوز ان شاء الله حيستقيم حالي وحتبقى كل حاجة تمام وكل سنة ههج وحعمل عمرة وحعمل اعمال بر كبيرة جدا بس انا اخلص كذا بس ارب الولاد بس اجوز الولاد بس 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 وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور لو احنا عادين نقول الحق قبل فوات الاوان خلاص يا جماعة كل سنة وحضراتكم طيبين كلها ايام معدودات تسعة وتلاتين يوم ونبلغ رمضان يلا بقى اشتغل تلاقي في صفات اهل النفاق البطء والكسل واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالة وان منكم لمن لا يبطئن البطء صفة من صفات اهل النفاق يا طرى الصفات دي موجودة ولا لا انه يعتذر الاعتذارات الفجة تلاقي دايما عنده كده شماعات موجودة كل ما تقوله مش هتشد حيلك بقى مش يلا بقى ناخد الطريق مش بالله خلاص بزمن الغفلات ده وزمن الفتن الاشد ده ويه الاحوال اللي ما يترضي عدوة لحبيب ويه الامور اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى وكفاية بقى بعد وكفاية شرود وكفاية غفلة لما تقعد كده تلاقي مجهز شماعات فيقولك بس اصلي كنت اعمل ايه ما انت عارف الواقع واللي فيه بس كنت اعمل ايه ما انت شايف الدنيا فيها ايه الوضع الاقتصادي الوضع المادي الوضع اللي كزا الوضع الاجتماعي اللي عنده لستة اعتذارات يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم وربنا سبحانه وتعالى حكلنا قصة الجد بن قيس وده كان رجل المنافق وفي غزوة تبوخ وغزوة تبوخ كانت اخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع بعد هجرته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكانت في وقت حر شديد جدا والمنافقين قالوا لا تنفروا في الحر قال الله قل نارو جهنم اشد حرة فجاء رجل اسمه الجد بن قيس الجد بن قيس ده قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلام ظاهره انه مسوخ شرعي قال له ايه قال له انا رجل بتفتن بالنساء وانا شديد الفتنة بهم وانتو طلعين تحاربوا الروم تعارف بقى الروم يعني وانساء بقى يعني اوربيات وامريكان فحاجة صعبة جدا فانا لو طلعت في وسط الناس دي انا هتفتن فبدل ما اطلع اجاهد في سبيل الله فتلاقيني روحت النحة التانية وبقيت كذا لا فا ائذن لي ولا تفتني الكلام ده ظاهره ايه رأيكو فيه يعني الرجل بيقول انا عارف نفسي فبلاش اطلع في الجهاد وا ائذن لي في ان انا ما اطلعش معاك عشان ما تفتنش بفتنة النساء قال الله الاف الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين فلم يقبل اعتذاره لانه كان اعتذار عارفين كده انه كلام ظاهره وحقه ويراد به باطل اهو كده مش غير السلام من تايمية قال في ضوء هذه الاية ليس دائما درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة مش دائما تبقى كده لان كان فيه مفسدة اشد ايه المفسدة الاشد انه يتخلف عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اشد بكتير لو قلنا انه ما كانش بيقول اي كلام وانه فعلا بيتفتن بالنساء لكن تركه للجهاد اشد من ذلك فبالتالي الاف الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين تلاقي من صفات اهل النفاق كذلك انه يتسطر ببعض الاعمال اللي يعني يبقى دايما عمل لنفسه كده هالة عمل لنفسه شكل وسمت وبريستيج معين ويتسطر من خلاله وفي الواقع يضر اهل الايمان يضر اهل الايمان بسنته ده يضر اهل الايمان بشوية الاعمال اللي هو بيعملها وهو لا يصنعها لايعلق كلمة الله مش ابتغاء مرضات الله انما بيعمل الكلام ده ليضر المؤمنين يبقى الطبر الخامس ما بين الناس اهل الخيانة زي بالزبط اللي ربنا حكى عليهم عنهم في قوله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله الناس اللي عملت المسجد ده وما كانش الغرض من اقامة المسجد ابدا اعلق كلمة الله وانما كان الغرض ايه الاضرار باهل الايمان طبعا من اميز الصفات اللي بيقع فيها اهل النفاق وعدينا بنعمل رشدة سريعة كده عشان نسأل نفسينا مع كل عمل ذكرنا دلوقتي يا طرى احنا متلبسين بهذه او بشيء من هذه المصيبة مصيبة النفاق ولا يعني ربنا يعافينا وإياكم عشان لما نيجي ناخد الدوبة نعرف نتعطى صح عشان نحس بالخطر عشان لو في حاجة من حاجات دي الواحد يقف مع نفسه ويراجع نفسه ويقول يا طرى يا طرى أنا عندي من خصال النفاق اصلي ممكن البني ادم يجتمع فيه اسلام ايمان ونفاق وكفر تخيلوا القلب الواحد ممكن يكون عنده كده والدليل مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان على خصلة من خصال النفاق يعني ممكن يكون عنده حتة نفاق بس حتة النفاق دي ممكن بعد شويتين تلاتة توصلوا الى منافق خالص وممكن والعياذ بالله يخرج من النفاق العملي للنفاق الاعتقادي وربنا سبحانه وتعالى توعد اهل النفاق انهم في الدرك الاسفل من النار الموضوع اخطر مما تتقيلوا واللي عايز يعيش المعاني دي في القرآن عليه بالقرآن المكي المدني لان القرآن المكي بيتكلم في اصول الاعتقاد والنفاق ما ظهرش في مكة بطبيعة الحال انما ظهر في المدينة والعايز يشوف الصفات دي ويبقى واجب عملي النهاردة علشان نتعايش مع تدبر القرآن ومن خلال صور القرآن نشوف امراض القلوب دي ام حسب الذين في قلوبهم مرض اللي يخرج الله ادغانهم عليه بصورة المنافقون الصورة هتعدد لك في اول تسع ايات هتعدد لك صفات اهل النفاق وعليه بصورة الاحزاب لانها الصورة اللي بدأت تقول لنا قد ايه خطر المنافقين وحتقول لنا انه الخلاص من الامر ده ازاي حيكون بوصفة الصدق ان شاء الله من الصفات اللي بيقعوا فيها اهل النفاق نسأل الله العفو والعافية الهلع الزائع الزائد والجبن والخوف ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون من اميز صفتهم الكذب من اميز صفتهم الجبن من اميز صفتهم الرياء من اميز صفتهم الهلع الزائد من اميز صفتهم السخرية من اهل الايمان ومنهم من يلمزك في الصدقات ومن اميز صفتهم التسخط وعدم الرضا ليه لنمعش لنفسهم فان اعطوا منها رضو وان لم يعطوا اذا هم يسخطون من صفتهم كذلك انهم يقطعون الارحام فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم انهم بيهتموا جدا بكمال الاجسام واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم صفات كتير اوي من صفات اهل النفاق وانا خدت بس حاجة كده منهم وحنكمل في هذا المصار واحنا ماشيين مرة كده ومرة كده نتكلم على النفاق ونشوف الناحية التانية يا طرح هنداوي ازاي بالصدق لو خفت من المعاني دي لحسيت ان انت عندك مرض التذبذب او الكسل او البخل او الهلع الجبن الزائد او الرياء او او من الصفات دي ومش عايز تبقى على ذمة قضية النفاق لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا من صلى الله اربعين يوما يدرك التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق فاستدلوا بكلمة براءة من النفاق ان احنا متهمين على هذه القضية واذا كان ابو بكر رضي الله عنه لما يقول حنظلة نافق حنظلة يقول ابو بكر نافق حنظلة واذا كان عمر رضي الله عنه يذهب الى حزيفة بن اليمان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم ومن اخبره النبي صلى الله عليه وسلم باسماء المنافقين ويقول او سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين فيبكي حزيفة ويبكي عمر الناس دي لما يقول ابو قلابة ادركت سبعين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتهم نفسه على النفاق يبقى الواحد مش بمأمن ويبقى الواحد لازم يعرف كيف الخلاص الخلاص في كلمة واحدة هي في الصدق لان ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يجعل المعادل لاهل النفاق ما قالش اهل الايمان قال سبحانه وتعالى ليعذب المنافقين والمنافقات ها ومن الناحية التانية يقول ابا الاهل الايمان فتلاقي سبحانه وتعالى في غير ما موضع يجمع ما بين اهل ايه اهل النفاق ها والناحية التانية اهل الصدق تلاقوا الكلام ده في خواتيم صورة الاحزاب زي ما ذكرنا طيب لو في المقابل بعرفنا خطر النفاق قد كده تعالوا نشوف الصدق وجعل اعلى المنازل اهل الصدق لأهل الصدق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنة اولئك رفيقا وقال ان الصدق ان الصدق كله خير اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في خواتيم صورة التوبة على الثلاثة الذين خلفوا لما تخلفوا برضو عن نفس الغزوة غزوة التبوك كعب ابن مالك وصاحبي وكان من شأن كعب في البداية انه جهز الفرس اللي هيخرج به للجهات اول ما النبي صلى الله عليه وسلم قالهم يلا يا جماعة اجهزوا احنا خارجين في غضون ايام لقتال الروم فالناس تجهز نفسها فهو بالفعل جهز واستبطأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تدابير امور اعداد الجيش استبطأ كعب بعض الوقت بعد ما كان جهز ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد تكاسل كعب ولما ظفر النبي صلى الله عليه وسلم وعاد من تبوك جاء جماعة المنافقين كلهم يعتذروا يقولوا اصلي كان عندنا اعتذروا بالاعتذارات الفجة دي وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم اما كعب فصدق الله قال والله انا ما كانش عندي اي عذر بالعكس ان انا كنت جهزت خلاص الفرس وكنت طالع ما كانش عندي اي مشكلة لكن قدر الله ما شفعل هذا ما حدث اللي حصل اني ما خركتش وما عنديش عزر وهو ده اهل الصدق اهل الصدق دايما ما يعرفوش بقى التلونات دي ما يعرفوش يلفوا يدوروا وانما يصدق الله عز وجل بعمل ربنا سبحانه وتعالى فصدق الله لكن جاءت العقوبة واعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبيه ونزرت العقوبة بهجره الايام الطوال اعد اربعين خمسين يوم على هذا الحال الى ان جاء الفرج وابشر بخير يوم طلعت عليه الشمس ابشر بخير يوم طلعت عليه لك تاب الله عز وجل عليه الشاهد انه حيمر كعب في الفترة دي بعدة اختبارات وهي دي اختبارات الصدق اللي احنا عايزين نقف عندها اول حاجة انه حيتفتن ابتداء الفتنة الاولى دي في التقاعص وبعدين لما يبص يلاقي الناس كلها بتعمل ايه ما كل الناس دخلت والنبي صلى الله عليه وسلم قابلة منهم ما اعمل زيهم وخلاص زي ما بتبقى كده ما كل الناس بترتشي يعني ما تعمل زيهم يا سيدي ما كل الناس كبرة دماغها ما تكبر انت كمان يا سيدي ما كل الناس كده كل الناس بتكذب حتيجي عليك انت ده اسمه كدب ابيض حتى كده كان قدامه السكك دي كلها لكنه لما كان معدنه معدن الصدق قدم الله عز وجل ورح ايه لا انا حصدق الله واصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تيجي الاختبار التاني في عقوبة زي ما الانسان ده انت ملتزم ومستقيم وصالح وانت كذلك في السكة وتلاقي الابتلاءات نزلة فتقولي والله لو ربنا بيحبني ما كانش ابتلاني وطالما كده يبقى انا ايه انا انا ضايع انا مش نفع والابتلاء ده ربنا سبحانه وتعالى والله جعله لاختبار الصدق قال الله احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امن وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين ايه بقى يا فندم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الفتن دي بتبقى ممحصات اهل الصدق اللي بيكملوا اهل الصدق اللي بيكتازوا اهل الصدق هم اللي بيفوزوا في النهاية فيختبر بالعقوبة المنافقين ما يتعاقبوش وهو يتعاقبو صاحباي وبعد كده يبعتولوا عشان يفتنوا اهل الروم ومالي غسان علشان الحق بك نواسك تعال يا عمنا عرفنا انه الراجل صاحبك ده انه عقبك بكذا وانه هجرينك وانه انه فتعللنا فيقول ان هذا من البلاء ان هذا من الفتنة يبتلأ باشياء كثيرة يبتلأ بان العقوبة انه كمان زوجته ما تقربش منه امور صاحبا كل مرة ويزداد عليه الابتلاء ويزداد عليه الابتلاء لكي يكون معدنه معدن صدق يتخلص من الشوائب ويبقى يوصل لمرحلة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه ليتوبوا عشان يوصل للمرحلة دي عشان ربنا ينقي تماما من أي صفة من الصفات الأخرى لانه تخلف عن الجهاد والتخلف عن الجهاد ده احنا لسا قيلين انه من جملة الأشياء اللي بيعملها أهل النفاق يبطيون ويتكاسلون فحشان ما يبقاش عنده ده فربنا سبحانه وتعالى يستخرج هذا الداء منه يستخرج هذه الأشياء اللي ممكن توصله لده لكن لأن معدنه الصدق ربنا سبحانه وتعالى يجعل في شأنه قرآن يتلى إلى يوم الدين وعلى الثلاثة الذين خلفوا فإذا الصادق هو السادق الصادق هو السابق فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم تعالوا نفهم معنى الصدق ونعرف إزاي نوصل لي ونشوف ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا أمر الصدق وقال لنا أن فيه حاجة اسمها مدخل صدق ومخرج صدق ومقعد صدق وفيه قدم صدق ولسان صدق صح كده عندنا خمس حاجات ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن بأمر الصدق الصدق ابتداء عشان نفهمهم دول ابتداء قلنا إيه إنه فيه ثلاث حاجات ما يحصلش بينهم تناقضات لو وصلت لده يبقى يا رب يا رب ارزقنا الصدق إيه الثلاث حاجات كلامك أعمالك أحوالك نقولهم تاني كلامك ها أعمالك أحوالك الثلاث حاجات دول اللي بتقوله اللي حاسس به اللي بتعمله كلامك أحوالك أعمالك فعشان كده قالوا في تعريفه مطابقة القول الضمير والمخبر عنه وقالوا الصديق هو الذي يحقق بفعله ما يقول بلسانه هو الذي يحقق بفعله ما يقول بلسانه وأصلا فكرة الإيمان مبنية على كده أصلا مش قولنا إن الإيمان ها إقرار باللسان وعمل بالأركان ها وتصديق بالجنان أيها التلاتهم إقرار باللسان لازم يكون لسان صدق ولازم يكون التصديق ده تصديقه صدق التصديق اللي بالجنان والعمل يصدقه العمل فما فيش نوع من التعارض ما بين الكلام والأعمال والأحوال مش كده قلنا الصدق هيبقى ثلاث حاجات صدق في الأقوال وفي الأعمال وفي الأحوال طيب إيه بقى الخمس حاجات اللي ربنا وصفهم بالصدق عشان تتفقد الصدق فيهم وإنت رايح تعمل أي مشوار وإنت خارج من بيتك خارج لقضاء أي حاجة من الحوائج ربي أخرجني مخرج صدق وإنت داخل لأي مكان داخل بيتك داخل شغلك يا رب في كل تحركاتك تكون صدق يبقى دي بتتكلم في الأعمال بتتكلم في الحركات بتتكلم وإنت داخل وإنت خارج ابن القيم رحمه الله وهو بيشرحهم لنا في مدارج السالكين قال لنا كما كان دخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم يوم بدر مثلا يوم الهجرة فكان مدخله المدينة مدخل صدق بالله ولله مدخل صدق يبقى خركت وأنا مستعين بربنا وكانت نيتي متوجها ربنا سبحانه وتعالى هو ده مخرج الصدق انت خارج تعمل ايه خارج والله اللقمة العيش وعشان اليد العليا خيره من اليد السفلة وعشان ما نمدش ايدينا والمؤمن القوي خيره وفي نفس الوقت انه الواحد ما يحتكش لحد وربنا امرنا بان احنا نمشي في الارض ونتطلب الرزق انا خارج ابتغي مرضات ربنا سبحانه وتعالى وهذا خروج في سبيل الله انت خارجت عشان كده انت خارج لهذه المعاني فعلا فهذا مخرج صدق خارجت زي ما بالضبط الملك اللي وقف للرجل على مدرجته في الطريق وقال له انت رايح فين قال له رايح لاخويا فلان فلاني قال له بالله انت خارج عشان تزور اخوك فلان في الله ها او الله اه الله قال الله قال فان الله عز وجل بعثني اليك بهذه المنة وهذه المنقبة العظيمة ان الله احبه لحبه لهذا الاخ في الله خروجه في الله لانه حقت محباتي وجبت محباتي للمتواصلين فيه والمتباذلين فيه فهذا المعنى خارج ابتغاء مرضات الله ومن خرج في سبيل الله كان ضامنا على الله ادي مخرج صدق يبقى خارج وانا خارج اي مشوار يا رب اخرجني مخرج صدق وانا داخل الى اي مكان ها يا رب ادخلني مدخل صدق يبقى تحركاتي كلها ما بين هذا وذاك كمان انه لسان الصدق لسان الصدق واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعل لي لسان صدق يعني قالوا الثناء الحسن سيدنا ابراهيم طلب ان يكون له الثناء الحسن عشان كده لابد على قول بعض اهل العلم انه اللي بيقوله بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر التشاهد انه لابد من ذكر ابراهيم الصلاة الابراهيمية لازم نصلي عليه او على الاقل حتى ولو على الاستحباب ان يذكر ابراهيم عليه السلام اللهم صلي على محمد وعلى اهل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم انك حميد مجيد فلا يتأتى لنا ان لا نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ابراهيم ابو الانبياء فلسان صدق في الاخرين الثناء الحسن فلما كان لسانه لسان صدق جعل الله له الالسنة صدق بالثناء عليه طيب ادي لسان صدق و ادي مدخل صدق ودي مخرج صدق عندنا بقى قدم صدق قدم الصدق أي ما تقدم من الأعمال مقعد صدق وفي نفس الوقت قدم صدق بأن لهم عند الله زمان ربنا قال وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قدم صدق عند ربهم يعني ما قدموه من الأعمال الصالحة سيجزيهم الله عليها وقالوا قدم الصدق الجنة في خواتيم صورة القمر في مقعد صدق عند مليك مقتدر قالوا المقعد الصدق هو الجنة وهي كده دايما سكة الصدق تؤدي إلى ذلك الصدق كفاية إن ربنا وصف بنفسه ومن أصدقه من الله حديثة الصدق كفاية إنه مفتاح درجة الصديقية مفيش عمل عشان كده بقى هناخد واجبات عملية لإحنا قدامنا شغل كتير أوي في موضوع إنه نتخلص إزاي من آفة النفاق ونتحلّى إزاي بصفة أهل الإيمان الصدق فعايزين ناخد الحديث ده كواجب عملي الواجب العملي رقم واحد قلنا تأمل صورة المنافقون وتأمل صورة وتدبر صورة الأحزاب وتلاتة ما فيش حديث تلاقي فيه كتب عند الله كذا كتير يمكن الحديث ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه الإنسان يوصل إزاي إلى أعلى منزلة عند ربنا سبحانه وتعالى منزلة الصديقية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا يتحرّى الصدق من هنا ورايح محتاج أتحرّى الصدق يعني إيه أتحرّى الصدق يعني ما قلشي جايلك بعد عشر دقايق وأنا جاي كمان نص ساعة أتحرّى الصدق أقول إن شاء الله الطريق حياخد معايا تلت من كذا إلى كذا ولو اتأخرت عن كده حأعلمك إنما مش عشر دقايق وجاي هتحرّى الصدق مش هلاعب ابني ها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده عملي في الحديث ده اللي الراجل اللي كان بيدعب ابنه بي انت عارفوه كده لما تجيب واحد تقول للولد ايه تعالى بس تعالى حبيبي خد الشوكولاتة دي خد الشوكولاتة دي وبعدين أول ما ييجي اه بس خدته وبعد كده لديله شوكولاتة على الحاجة قال له لو ما تدفلوش لكتبت عند الله كذبة هي دي بقى إن أنا أتحرّى الصدق حتى في ده ما وعدش بحاجة واخلفها ما قولش كلمة وماعملهاش عشان كده لو مش قادر على ده وخايف من ده يبقى أول الطريق أسكت شوية عن اللغوة معرضون يبقى أول الطريق من صمت نجاة علشان إذا كان الصدق هو طريق النجاة فالبداية شوية سكوت لله يبقى خدنا ثلاث حاجات عايزين نشتغل عليهم في موضوع الصدق والتخلص من آفة النفاق هنتأمل صورة المنافقون ونشوف من خلال التأمل الصورة دي وعايزين نعيش معاها ونصلي بيها وكذلك صورة الأحزاب علشان الواحد يبقى في مكشفة النهاردة عملنا كده كشف لموضوع النفاق الصفات دي ايه أخبارها وبدأنا نتكلم في موضوع الصدق وحنكمل الرشدة ونعرف كيف نكون من أهل الصدق إن شاء الله في الحلقة القادمة فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة